ممكن في شيء خطر في بالي آسف أن الله نفخ في آدم نسمة حياة يعني أعطاها النسمة المسيح هو معطي الحياة يعني هو اللي بيعطي الحياة ده فرق كبير طبعا في كورانت السلولة 15 تصديقا لكلام حضرتك يقول صار آدم الإنسان الأول نفسا حياة وبعدين وآدم الأخير روحا محييا إيه اللي حصل آدم الأخير اللي هو يسوع المسيح إيه اللي حصل في ليلة القيامة الأمر اللي بعض الناس مش فهماه لما المسيح في يوحنى عشرين نفخ للتلاميذ في التلاميذ وقال لهم اقبالوا روحا قدسا إيه اللي يقصدوا يعطيهم حياة القيامة فتلقى آدم من الرب الإله نسمة الحياة فصار نفسا حياة المسيح على العكس مش تلقى النسمة لكنه أعطى النسمة لتلاميذيه مكتوب عنه فيه كانت الحياة وهو رئيس الحياة تمام تمام إذا استمرنا في المفارقات المسيح آدم أدخل اللعنة يعني الصح 3.17 من سفر التكوين ملعونة الأرض بسببك المسيح رفع اللعنة يقول افتدانا من لعنة النموذ إذ صار لعناتا لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علقه على خشب هذا أيضا فارق آخر لأنه يعني مباشرة كان فيه دينونة مباشرة بعد يعني عدا عن الطرد من الجنة كان فيه لعنة الأرض نفسها بالضبط يعني راح تنتج شوكا وحسكا وكمان يعني بتشوف الرب كيف تكلم مع آدم كيف تكلم مع حواء كيف تكلم مع الحياة إلى آخرة يعني كان فيه لعنة مصبوط يعني اللعنة دي أدخلها آدم زي ما احنا شفنا لكن لما تيجي تقرف النبوات في العهد القديم وتلاقي أزمنة رد كل شيء أيام أوقات الفرج العالم العتيد هتلاقي أن العكس الأرض حتطلع آس وحتطلع أشياء جميلة راحت فين الشوك والحسك في آدم دخل اللعنة في المسيح رافع اللعنة عن العالم ترجمة نانسي قنقر